سوف أرجع لكم في فيديو جديد للمرة لدينا هذه اللابتوب الديل موديلها مثل ما شوفون Latitude E5440 هذه اللابتوب نربطها بالشاحن أو نربط الشاحن عليها مثل ما شوفون ما كوي استجابة شغل اللابتوب أيضا ما تشتغل دلالة على أنه هاي اللابتوب في حالة موت كامل شون ممكن يكون سبب عطلها سنتعرف على هذا الشيء اثناء صيانة هذه اللابتوب خليكم ويانا أولا ما شوف نقوم به هو نتأكد من سلامة الشاحن فنفحص الشاحن بهذا الشكل على 20 فورت متر ما شوفون الشاحن سليم خلينا نفقق اللابتوب شباب ونرى ما ممكن تكون مشكلتها أولا ما شوف نرفع البطارية خلينا قبل كل شي بما أنه مبين عندنا المنفذ من الشاحن نتأكد من سلامة من منفذ الشاحن فنربط الشاحن مرة أخرى بهذا الشكل بعد ربط الشاحن نرفع قياس من هذه المنطقة هذا الطرف الموجب بهذا الشكل والطرف العفو السالب بهذا الشكل والموجب بهذا الشكل هاي هنا الفورت أو الملتي ميتر مثل ما شوفون هنا عدنا عابر 20 فورت على مدخل الشاحن فمدخل الشاحن سليم خلي نكمل تفكيك اللابتوب حتى نعرف مشكلتها قبل ما نكمل تفكيك اللابتوب بطارية البايز عندنا بهذا المكان خلينا نصفر لها بايز داع اللابتوب ونشوف نزعنا بطارية البايز من مكانها مثل ما شفته خلينا ننتظر ثواني ونلامس الطرفي الموجب والسالب مع البطارية أو مع السوكت مع البطارية خلينا نجعل نشغل مرة ثانية ونشوف نشتغلت طفت نشتغلت مرة ثانية كمال نحلت المشكلة الشباب نهضت مرة ثانية وطفت بس أقلعت نفروض تنطي صورة لأنه صفرنا البايز ننتظر صورة مثل ما شون شباب كل المشكلة كانت عبارة عن قفلة بالبايز بمجرد تصفير البايز اه اشتغلت اللابتوب طبعا شباب جاي اطبق اللابتوب اللي صلحناها قبل شوية اطبقها بهذا الشكل فاتبهت على الشغلة نشوف معا هنا البولتي اللي موجودة على بطارية البايز بطارية البايز عليها فولت ناصي جدا محتمى يكون هذا السبب اللي يجعل البايز يعني يوقف عن العمل فخلي نستبدلها بطارية البايز داعي اللابتوب اطلعيكم هنا شباب طبعا بالغالب نحن يكون عندنا هذا النوع من البطاريات فلما تجيك لابتوب البطارية مرحبا هذا الشكل شون راح تقدر تستبدلها راح اعلمك اي بطارية تيادية نجيب البطارية التيادية بهذا الشكل هاي البطارية التيادية وهاي البطارية اللي على الماذربورد بشفرة بص هذا الحماية بهذا الشكل بعد ما افتحت الحماية بهذا الشكل طبعا لا تنزقها بشكل كامل راح تحتاجها بعدين هاي الحماية خليها على الطرف هاي البطارية اللي موجودة على الجهاز عن طريق الملقط ارفع هاي الرؤوس بهذا الشكل هذا الموجب وهذا السالب هاي الحماية ايضا حتى تمنع توصيل الاغطار قصها بهذا الشكل ايضا وانتزعها ايضا نحترس انك ما تمزقها بشكل كامل شيلها بهذا الشكل شيل البطارية القديمة نجيب البطارية الجديدة تركبها بهذا الشكل بعدين تجي الموجب طرف الموجب على الموجب بهذا الشكل تمسكها بهذا الشكل وطرف السالب على السالب بهذا الشكل وبأي لاصق موجود عندك ترسق هاي البنات تثبتها بهذا الشكل ما ظل لك حاجة انه تشتري بطارية بها كابل الكابل نفسه او الواير نفسه او السيليك نفسه قدرت تستخدمها بهذا الطريقة ترجع ترجعها داخل هاي الحماية مالتها بهذا الشكل ويفضل اقل ما انت ترسق حماية بهذا الشكل بس صار عندك بطارية بكابل نجيب نثبتها بهذا الشكل دعني نكمل تجميع اللابتوسه ترجع نرجع البطارية الاساسية من الجهاز نخلي نقوم بتشغيل اللابتوب ونعمل لها فحص نهائي بعد ربط اللابتوب اشتريت بشكل مباشر مثل ما تشوفون بجاء اتفاد لان البايز الصخر مرة ثانية رجع اشتغل مرة ثانية راح المفروض يطفي طفا سترح يشتغل وجنت الصورة اذا الله شاء اشتغل سترح مفروض جارة الصورة ارض الصورة خلينا نطب للبايز عن طريق الاكتو طب بين البايز خلينا نضبط عدادات الوقت والتاريخ دات انت تايم ناوي اشتغل اشتغل ازها از صورة الواجب اشتغل اشتغل ازها ضحو الواجب ازها ناوي ازها راح مثل ما شفتوه حاليا اللاكتوب شغاله بدون اي مشاكل فكان عندنا بيها مشكلة قفلة بالبايز تم تجاوزها وكان ادنا ايضا البطارية مع البايز نافذة او فارغة ايضا قمنا باستبدالها هذا كل شي اللي عندي بفيديو اليوم اتمنى يكون الفيديو عجبكم اذا عجبكم الفيديو تنسونا بالعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد قوم يقوم سيفقال دايما وقناة قداويتك فيما لا شباب